مرحبا فيكم. محبايا ببرج التور واللي تعبان. تعبان كتير 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 برج التور. الله يكون بعونكم. عم بتكون صعبة على على اغلب برج التور. خلينا نشوف هذا الشهر شو ممكن خبرنا طاقتك كيف راح تكون. اه طاقتك راح تكون اه شوية عم بتحاول انك تركز على العاطفة. اه هربا من خلينا نقول شوية مشاكل شوية اه امور. اه عم بشوفك انت الربحان او انت اللي معك زمام الامور. اللي اه يعني شايفك انت اللي عم تعمل على العلاقة. اه عم ببين عندي هون في شخصين اللي هو انت والطرف التاني. شايفيتكم وانتو صغار وانتو كبار. فها ذكرت اه متل زواج للمخطوبين. زواج ممكن للمرتبطين كمان او بوادر او اخبار عن موضوع الارتباط من الحبيب. شايف التقاء هون. التقاء ما بين شخصين شوفوا واحد اه اسمار كتير وواحد اشأر كتير. ممكن اه بعضكم بيحب حدا اجنبي او اه في بينه وبينه اختلافات كتيرة. ولكن عم بيكون في اه حب كبير. عم بتركز على هذا الحب بهاي الفترة يا برج الدور. وانك تصلح الامور اللي غربانة. خلينا نفتح بشكل عام اول شي بعدين. اه عالعاطف شوي نفتح. اولا للناس اللي بستنوا حمل. للمتزوجين اللي بستنوا حمل شايفي في بشرة انه في حمل هاي الفترة. حتى للناس اللي ما عم يستنوا يعني في فرصة انه يكون في اه حمل هاي الفترة. كمان بشوف انه اللي عندهم اطفال او كزا مغلبينهم اه حتى مش اطفال يعني ابناء بشكل عام. اه عم بشوف لأ بتزيد عندهم الحنية بيروقوا اكتر اه في منكم حدا من الاطفال كمان اه تبعولكم عم اه بفرحك. شايفيتك انت كمان اه ممكن انه تلجأ للأقارب اللي هم اكتر شي العائلة. عم تلجأ للعائلة لحتى تساعدك بموضوع من المواضيع. ممكن في العمل في المال. وراح فعلا نتلاقي هاي المساعدة. ممكن مش من العائلة كمان ممكن عم تستنى من شخص اخر. فبشوف هاي الفترة مثل انت عم بتعيش تناقضات كبيرة. برج التور يعني اه هون مكتوب سمر وينتر يعني اه عم بيكون مشاعرك جدا متقلبة هاي الفترة. فما نخاف من هاي الشي ما يعني نزود الاسترس علينا نحاول انه نطلع للاماكن الطبيعية نحاول انه نتنفس اه نغير الموت تبعنا. عم بشوف عم تنتقل من اقصى السلبية لاقصى الايجابية. يمكن اول الفترة يصير عندك اه توترات اه تعب على جميع الاصعدة. ولكن بتنقلب كلياتها اه لاقصى الايجابية اه مع طبعا شوية غيوم شوية مشاكل صغيرة. ولكن عم بشوفك بتنتقل من مكان عمل لمكان عمل اخر اه اذا مش اوريدي صار يعني. للناس اللي تركوا عملهم او بيفكروا كتير انهم يتركوا عملهم. اه عم بشوفهم فعلا عم يتركوا عملهم هاي الفترة ويغيروا. انا شايفة من الاوراق كلياتها التور عم بيغيرش كتير اشياء يعني في حياتهم. اه عم بشوف السفر للناس اللي بتستنى سفر في عدد كبير من التور ممكن انه يسافر. اه لبلاد اجنبية ممكن تكون اكتر من عربية. عم بشوفك من بعد ما كنت محبوس يمكن اه افكارك عم بتكون مقيد كتير. انتك عم بتفكر في في اتجاه واحد ما عم تغيره. عم بشوفك بالعكس هاي الفترة عم بتحول هادا التفكير بتحاول تغير من تفكيرك من تركيزك على اه موضوع المواضيع. كنت تركز هون كتير وتهتم بالتفاصيل ويعني تضيع بالتفاصيل. اه لأ شايفيتك اه فيما بعد رح يكون في مثل اه مش صحوة. متل عم تتطلع بالامور اكتر بواقعية. اه عم تتطلع لبعيد. عم بتحاول انه تكون حياتك اه افضل. وهي فعلا رايحة الافضل. انت كنت تفكر انه هاي التغييرات اللي كنت عم بقول عنها. متفكر انه هي ضدك. بس هيب المستقبل رح تكون يعني رح تقتنع انه هاي التغييرات كان لابد منها اه كان يعني اه بصالحك. مش زي ما انت بتفكر هلأ او خلال اه التغييرات اللي عم بتصير في حياتك. على عكس المادة المادة عم بحسها بتزيد مع الوقت شوي 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 يعني مش مرة واحدة. اه هذا الاشي جاي من عمل. عمل يمكن عم تشتغله اه شغلتين بعضكم. اه فعم يجي من واحد من العملين. عم بتشوف اه فيه فكرة عائق اما يكون فيه سفر اما فيه علاقة عاطفية. فيه عائق كبير. او فيه شخص يعني كان اه يعني هذا العائق عبارة عن شخص. كان فيه شخص اه مستهدفكم عم بيلوث سمعتكم. عم بيحكي عليكم من وراكم. اه ممكن يكون شاب ممكن يكون بنت اه ما دخل يعني. ولكن شايفك انت ماشي على كل الاحوال. هذا العائق رح ينتهي او يخف. اه شايفيتك عم توصل شوي شوي لمرادك. للاشي اللي انت بتحلم فيه اليك فترة طويلة. ولكن لازم نذكر انه فيه عوائق انت رح تتحداه يعني فيه تحديات. انت من بعد هاي التحديات رح توصل اه للاشي اللي بدك اياه. فيه موضوع عم تستنى يعني. فيه موضوع عم تستنى اليك فترة. عم بتشوف النتيجة. عم توضح الامور. عم اه شوفو عم عم بيصير فيه كمان اللي هو فيه اسرار. فيه حقائق. فيه شغلات. انت كنت كتير بحيرة. من انه يعني اه انا شايفة انه فيه غدر من اقرب الناس اليك. هذا اوليدي صار على العموم يعني اه على اغلب بيكون صار اوليدي. فما رح يصير بالمستقبل. خلاص انت صور تتفرق بين الصالح والطالح. عم تحتفظ بالناس الايجابيين اللي في حياتك. وعم تودع الناس اللي يعني بيكرهوك. رح تكتشف مين آآ بيكرهك من مين آآ بيحبك. بسبب انك رح تكون في موقف ما. هذا الموقف رح يحدد لك. يعني الاصدقاء زي ما بيحكوا الاصدقاء بينعرفوا او كزا الانسان معدنه بينعرف من المواقف. فرح يصير في عندك آآ موقف آآ يعني لا تخافوا ما في شي بخوف. ولكن هذا الموقف رح تكتشف اللي معاك من اللي عليك. ففي حقائق كتير عم تحصل عليها هاي الفترة. وهون عم بشوف في اللي قلت لكم عنها عنها شوية مشاكل شوية توترات عم بتكون في بداية الفترة. ولكن في النهاية انت رح توصل للي بدك اياه. بكون صبور كون آآ انا بعرف التور يعني بجمع بجمع بعدين بينفجر مرة واحدة. فلأ بقول لك هاي الفترة لا تنفجر لكزا مشي الامور شو ما كانت آآ مشي للناس آآ يعني آآ خدهم على ادعاء لهم وكمل لانه النهاية لصالحك. آآ هذا كمان ممكن يكون على صعيد عاطفي. عم توصل لمرادك على الصعيد العاطفي. عم تشرق الشمس على حياتك. من بعد طبعا صعوبات. من بعد آآ تعب. من بعد آآ تعب نفسي حتى. شايفي عندك حتى الصحة آآ عم تتحسن. هون بشوف اكتر للناس اللي عم تدرس او ناوية انها تدرس. شايفي نتائج حلوة كتير كتير لبرج التور. ولكن بيحتاج كتير من آآ التركيز. آآ الحظ ما رح يكون مية بالمية معاكم. لذلك آآ الرك كله او لازم تركنوه على المجهود اللي انتو آآ تعطوه. يعني ازا كنتو تعطوا مجهود خمسين بالمية لازم تعطوا مجهود او افورت لآآ للموضوع للدراسة اكتر يعني مية بالمية. عم بشوفك بت بتحاول تغير الامور. آآ الامور عم تتغير ولكن بصعوبة ببطوء شوي. ولكن زي ما قلتلك في النهاية في في نجاح في هذا الموضوع اللي انت عم آآ بشوف هاي القراءة اغلبها عم بتكون عملية. رح نشوف العاطفية لبرج التور. شو عاطفيا ممكن? هل في تغيرات? هل ما في تغيرات? فخلينا نشوف ازا. خلينا نشوف ازا لبرج التور. عم بشوف في عندك آآ يعني مثل آآ نصر او امنية عم تتحقق من بعد. اوف يعني حسينا باليأس. حسيتوا باليأس آآ بشكل عام بالعلاقة العاطفية بانه الطرف التاني ما رح يتغير. ممكن تكون المشكلة من عندك انت يعني القراءات العاطفية انتو دايما بتعرفوا انه ممكن تكون آآ عكسية. لانه هاي قراءة عامة. آآ خليني اذكر الطاقات عم بتكون هوائية. عم بتكون ترابية. وما ايه اكتر شي. عم بشوف في امنية بتتحقق يعني شي مستنينه بالعلاقة العاطفية انه يسير وعم يتحقق فعلا. عم بشوف في مصالحة في آآ تطور للعلاقة بالنسبة للمتزوجين عم شوي آآ قلنا قبل شوي بالحياة العملية في شوية صعوبات فعم يهربوا من آآ ضغط العمل آآ بالمشاعر بالحب آآ فشايفة لا بالعكس. ولكن اذا كنت زكر او انثى يعني عم بشوف الزكر هو المسيطر على الانثى اكتر. وكأنك وكأن الانثى يعني انا مش عارف اللي عم بيشاهدوني يعني نص هيك نص هيك. فالانثى راح تكون اللي هي مش تبادر ولكن عم بتحب الذكر اكتر. عم بتحب الرجل آآ اكتر ما هو بيحبها لكن في حب متبادل بين الشخصين. شايفة انه حتى اللي حواليهم حتى يعني عم يجمعهم شي عم يجمعهم بيت عم يجمعهم آآ سفر عم يجمعهم شي يعني حيلتقوا بطريقة جديدة مش زي ما تعودوا. عم بشوفك يا برج التور عم آآ بتعمل صلوات آآ بيمكن بتخلي حتى الوالدة او الوالدين عم عم بيدعو لك بتخلي حدا عم يدعي لك آآ شايفيتك عم تعطي هاي الفترة وكأنك مضوط جدا وبحاجة للفرج آآ بقرب وقت لذلك عم يعني بتزيد من الصداقات بتزيد من لانه هادا الكرت لو ما طلع مقلوب بيكون الحرص يعني الحرص على كل شي فهاي الكرت طلع مقلوب عم بتكون كريم على كل النواحي. برج التور اصلا كريم يعني بس انه عم بتكون اكتر هاي الفترة. عم بتحاول كمان تزيد شوي من اله وكأنه ما عندك كتير كان تدين او روحانيات عم بتحاول انك آآ تشتغل على هذا الموضوع. كان عندك ادمان وبعرف شو ادمان على شخص ادمان على شي معين ممكن يعني مش مش شي سيء ممكن ادمان على تلفزيون ممكن ادمان على انترنت عم بتحاول تعمل توازن وتطلع من هذا الادمان عم بشوفك عم تطلع من هذا الادمان كله وعند تطلع من هاي الطاقة السلبية. عم بتحاول يعني هون انك تحول طاقتك من سلبية ايجابية. فعم بشوفها بتمشي على خير. آآ هادا الكرت عم بشوفه انه بما انه طلع مقلوب فالمعنى ايجابي يعني عم بتكون الملائكة يمكن العم بتكون فيه عناية الاهية. انت بتفكر انه خطواتك آآ متشائم انت على فكرة بالفترة الماضية لحد هلا متشائم. يمكن كمان بالفترة الجاي مش كلها طبعا. بدايتها تكون لسه مستمر على التشاؤم. ولكن راح تحس انه فيه عناية الاهية كل ما توقع عم فيه ملاكة عم يمسكك فيه يعني فيه اقدار آآ يعني فيه امور انت عم بتحسها انها هي سيئة ولكن آآ يعني وقعت ممكن انك توقعها ولكن عم الملائكة عم بيساعدوك انك ما ما توقع بهاي الامور. كمان شايف انه فيه شخص معين يمكن عم يهمكم او يعدكم فيه موضوع. شايف انه هذا الشخص كذاب مش سادق. هذا الكرت بتعلق اكتر بالعمل ما بعرف ليش طلع بالعلاقة العاطفية. ولكن فيه شخص ممكن يكون آآ ناري. ممكن يكون ناري هذا الشخص. آآ عم يهمكم بموضوع معين. ناري او مائي يعني. آآ هون عم بتصير ثقة ثقتك في نفسك اعلى. عم بتصير آآ بعرف الفترة الماضي كانت كتير سيئة حتى انها زعزعت الثقة بينك وبين حالك. مع انه برج التور من الناس يعني عندهم ثقة كبيرة في حالهم آآ وبتميزوا كمان بالصبر يعني صبورين صبورين على الاخر انه ضلهم يكافحوا لحد ما يوصل ولا يبدهم اياه. وفعلا عم بشوفك آآ عم بتقدم هاي الفترة عم بتقدم اكتر ما تاخد. بتقدم الشغلات الحلوة لانه هاي الفترة عم بتكون يعني الكون عم ياخد منك اكتر ما يعطيك. ولكن لما يعطيك بيعطيك بوفرة. فشايفيتك آآ عم بتقدم شي للحبيب او الحبيب عم بيقدم لك. بنعرف انه القراءات العاطفية هون ممكن تكون عكسية. آآ عم بتكون كمان هاي الاشارة عم بتكون العلاقة بينك وبين الشريك عم بتروح لمدى بعيد. مش اللي هي مؤقتة او علاقة آآ نزوة او كزا. آآ في صدق بالمشاعر بينك وبين الحبيب. هذا الكرت قلنا عن العمل. فيه شخص عم يحاول يخدعك او كزا. لكن من الناحية العاطفية. لأ هذا الشخص انا بشوفه انه آآ عم بيحبك. عم بيقدم لك آآ الحب كله. عم بيفكر فيك في في اليقظة. عم يحلم فيك حتى في الليل ممكن. آآ حاطط عينه عليك اللي هو طول الوقت عم بيكون مرائبك ممكن. للناس اللي مش آآ اللي هما عزاب. ما عندهم اي حدا في حياتهم. في عندهم معجب من طاقة مائية او طاقة هوائية. عم يتقدم هذا الشخص خطوة للامام. عم يصرح ب آآ ببداية علاقة جدية. عم بيكون صادق. شايفي كل الصدق في هذا الكرت. آآ هون شايفي في تحول في حياتك آآ قلنا عنه قبل شوي ممكن يكون في العمل. كمان هذا التحول طلع معانا كمان بال بالعاطفة. المشاعر رح تتغير ناحية آآ الشريك. اذا كنت آآ مشاعرك كتير حارة او كتير آآ منفعل. كتير آآ مشتاء كتير كزا عم تقلب للعكس. والعكس صحيح. اذا كان مشاعرك حاليا آآ باردة عم بتكون آآ كتير آسي عم كزا. عم تتغير للعكس. فشايفي فيه هون زي انعكاس آآ او آآ انقلاب في المشاعر يعني. انت عندك كل هاي الفترة تقلبات. بس هاي فبالآخر رح تكون كتير مبسوط آآ زي هون رح تكون آآ كتير مسيطرة على كل الامور. رح يصير في عندك استقرار في الحياة من ناحية العمل من ناحية العاطفة آآ رح تنتصر بأمر معين آآ آآ ولكن ما حدا رح يساعدك. شوف كل الناس اللي عم بتحاول انه توعدك وكزا مش من ناحية العاطفية عم بقول بشكل عام يعني مش بس بالعاطفة. كل الناس اللي عم تحاول تخدعك او كزا عم تنتصر عليهم آآ عم بتفرقشهم واحد واحد آآ من حياتك فبالعك آآ شايفك انه عم بتركز اكتر على هدفك مع الوقت. وعم بتكون بتحقق هذا الاشي اللي في بالك اللي ما بعرف شو هو. ولكن على جميع الاصعدة في عندك نجاح. وفي عندك شي ماسكه بايدك يعني في شي رح تمسكه بايدك. آآ شايفيتك ماسك ايد الحبيب ممكن شايفيتك ماسك آآ مادة اكتر. ولكن. منطلع عنا خمسة خمسة. يعني اللي هو رح يكون في تحول زي ما قلناه رح يكون آآ نهاية لأمور معينة في حياتك بداية جديدة. في ناس كتير من برج التور آآ عم بيبلشوا او حي بلشوا بداية جديدة على جميع الاصعدة. مختلفة عن القديمة تماما. ولكنهم في ناس منهم عم بيبلشوا من الصفر. موافقين عادي انه يبلشوا من الصفر آآ ولكن على نجاح. يعني شايفي في نجاح بهذا الموضوع. آآ الطاقات آآ ذكرناهم. آآ عم تكون ترابية هوائية مائية. ما بعرف اتذكرناهم او لا بس. طيب ناخد اوراكلز لبرج التور. بيقولك انه ما تفكر انه اللي انت هلأ فيه رح يدوم طويلا. بيقولك اصبر آآ يعني هاي الفترة جدا مؤقتة محدودة. آآ فترة التشتت الضياع اللي طاقتهم شوي ضايعة ما عم يعرفوا راسهم من رجليهم عم بلشوا بداية جديدة. بيقولك انه انه على الطريق الصحيح. فهاي فترة التحديات رح تكون جدا محدودة. وبعدين رح تبلش بداية جديدة. ناخد كمان مثلا. ازن برج التور آآ يعني خلال الاوراق بشكل عام. بنصحك انه ما تعصب هاي الفترة. اعتبرها انه فترة عابرة. بالعكس في انتصارات كتير رح تتحقق. في عدل رح يتحقق. في نهاية هاي الفترة فبس آآ نعمل كنترول شوي. عم شاعرنا. كل شي رح يصير تمام. حتى الناس اللي حوالينا ناخدهم على ادعاء لهم. طلعلك التنين خلينا نشوفهم ايش هم التنين. اه شايفيتك عم عم بتزيد الحكمة عندك. اه كنت اول شي انفعالي او يمكن اسمعت خبر اه زعع لك. اه شوي شوي عم تتخطى هذا الموضوع. عم تتخطى كل الصعوبات وعم توصل للي بدك اياه. اه بالاخير في عندك اللي هو فرحة احتفال يمكن تعزم حدا بمناسبة معينة. اه شايفيتك اه فرحان في القمة. والناس اللي كانوا يعني اه غيرانين او كانوا بيحفروا لك اه يعني كانوا يحكوا عنك كانوا اه معادين لقلك. شايفيتهم تحت وانت فوق بمكان اخر. فبدنا شوين اتفاقل يا برج التور عشان نمشي هاي الفترة.